السلام عليكم يا حبايب الترتيب سواء كان بحياتك الواقعية أو بحياتك الرقمية هو أكيد من أهم العوامل اللي بتساعدك على زيادة الإنتاجية وتخلي حياتك أبسط بكتير وقيامك بمهامك الروتينية أبسط في حال كونك إنسان فوضوي هلأ بالأنظمة المبنية أو الشبيهة بنظام التشغيل أنا في عندي مجلد الهم الخاص بالمستخدم أو مسار الهم هو أول مجلد أو مسار أنت بتشوفه وقت اللي بتفتح تيرمينال الجديدة أو بتفتح مدير الملفات في حال ما كنت بغير الإعدادات الافتراضية هلأ هذا المجلد بهذا الفيديو رح استخدم كلمة مجلد بدل كلمة مسار بس لحتى الناس اللي ما بتعرش شو الفرق بين المسار والمجلد ما تضيع وتقدر تكمل معين فهذا المجلد ممكن إنك تستخدمه مثله مثل أي مجلد تاني على نظامك لحتى تحفظ عليه بيانات تحط عليه اختصارات تعمل فيه أي شيء بدك بس الوظيفة الأساسية لهذا المجلد مو هي إنك تحفظ بياناتك وإنما هذا المجلد بيستخدم بشكل أساسي من قبل البرامج لحتى هاي البرامج هي اللي تحفظ البيانات والإعدادات الخاصة بكل مستخدم من المستخدمين الموجودين على النظام هلأ هاي تعتبر إيجابية وسلبية بنفس الوقت السلبية بتجي من إنه البرامج اللي أنت بدك تستخدمها وقت لتثبت هاد البرنامج الفلاني فإذا كان هاد البرنامج فيه إلو ملفات ضبط وإعداد فهي الملفات رح تنكتب ضمن مجلدات الدوت اللي موجودة ضمن مجلد الهم الخاص فيك اللي هي عبارة عن اللي بنسميها الدوت فايلز لحد الآن ما نشايفين أي مشكلة بس أنت وقت اللي بتنزل برامج أكتر وأكتر وأكتر وكل برنامج رح يروح ويعمل لك دوت ديركتري ضمن الهم ديركتري أنت رح توصل لمرحلة إذا فتحت مدير الملفات خلينا ننسى التيرمينال أنت إذا فتحت مدير الملفات رح تشوف عندك عدد كبير من المكونات الموجودة بهذا المجلد اللي بالأساس بتخلي حياتك صعبة أنت بدك ملف واحد بدك تشيك بكل هاي الملفات أو المجلدات أو المسارات لتوصل للملف اللي أنت بدك يا فالحل الأفضل أو الحل الأمثل أنه أنت تخلي مجلد الهم فاضي لا تحط فيه إلا الأشياء الضرورية جدا جدا هون بيجي في عنا المعيار اللي هو الـ XDG Based Directory Specification هذا المعيار موجود من عام 2003 بس لحد الآن في كتير برامج ما بتتبع هاد المعيار شو اللي بيعملوا هاد المعيار اللي بيعملوا أنه بيقول لك البرنامج أنه أنا حط لي ملف الـ Configuration بالمكان الفلاني حط لي ملفات الـ Data بالمكان الفلاني حط لي الـ Executable Files بالمكان الفلاني فالمطور وقت اللي بيكون عماله يعمل برنامجه إذا التزم بهذا المعيار فأنا رح أوصل لنتيجة أنه يكون في عندي إيكو سيستم خاص بالمستخدم بحيث أنه كل الملفات موجودة بمكان معين ما في داعي أنه إذا نزلت البرنامج الفلاني يروح يعمل لي مجلد .x فلاني البرنامج الثاني يعمل لي كما مجلد . البرنامج الثالث إلخ 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 بينما إذا كانت كل هاي البرامج فيه إلهم ملفات Configuration كل هاي الملفات رح تكون موجودة ضمن مجلد .config ملفات البيانات أو الديتا كلها رح تكون بمجلد .local share الexecutable رح تكون ضمن .local bin وهذا هو باختصار مفهوم XDG Base Directory فبهاي الطريقة فينا نشبه المعيار كالشغالة أو الخادمة اللي أنت بتوظفها لحتى ترتب لك غرفتك أو ترتب لك بيتك بدل ما إنها تكون مثل غرفة الأطفال اللي بتفوت عليها بتلاقي موزة بالمكان الفلاني بتلاقي لعبة بيسار الغرفة بتلاقي مسكة ملزوقة بسقف الغرفة فهي الخدامة بتجي وبتقيم الموزة بتكبها باللزبالة بتجي التياب اللي ما بدك إياها بترتبها بالدولاب أو باللخزانة بتجي المسكة اللي على السقف ما بعرف كيف رح توصل لها المهم الخدامة رح ترتب لك الغرفة وبتخليها غرفة شخص عاقل وراشد بدل ما تكون غرفة طفل أبو أربع أو خمس سنين فهلأ هذا المعيار إذا كانت كل البرامج عمالها تستخدمه فأنت ما في عندك أي شيء إنك تعمله بس للأسف ومثل ما حكيت رغم إنه هذا المعيار موجود من الألفين وثلاثة لحد الآن فيه كتير برامج ما بتتبعه وفيه بعض الأحيان بتكون المشاكل أو السبب وراء إنه هاي الشئة هذا البرنامج ما بيتتبع المعيار هو فعلا سبب تقني وبعقد كتابة البرنامج أو طريقة عامله أو اللظيفة الأساسية منه فهي البرامج ممكن إنه الواحد يعذرها لأنه لحتى ترجع تخليه يتبع المعيار لازم إنك تكتب البرنامج من أول وجديد طيب هلا هيك لسه ما استفدنا أي شيء من الفيديو طيب أنا إذا كان في عندي برامج ما بتدعم هاي هذا المعيار فأنا في عندي حلول لحتى خليها بشكل ما أو بآخر تدعم هاد المعيار بس هاد الشيء لازم إنه أعمله بشكل يدوي هلا أول شيء هاد المعيار بيعتمد على عدة مفاهيم المفاهيم أنا ما رح أذكرها واحد واحد وإنما رح أترك الرابط بسندوق الوصف اللي رح يشرح لي شو هي المفاهيم وإنما أنا رح لخصها لحتى أنت إذا بدك تتوسع أكتر ترجح وتقراها واحد واحد فالمفهوم الأساسي متل ما حكيتها بالبداية أنه هاد المعيار بياخد الملفات حسب نوعها وبرتبها إما ضمن مجلد واحد أو ضمن عدة مجلدات لحتى البرنامج وقت اللي بده يكتب ملف جديد يروح لمجلد أو إذا كان بده يدور على بيانات يروح لمجلد أو أكتر هاد هو بكل اختصار اللي بيعمله ال-XDG Based Directory طيب حكيت أنه إذا كان البرنامج اللي عندي ما بيدعم هاد المعيار ممكن أني خليه يدعمه بطريقة أنا بعملها بشكل يدوي هاد لازم أني أعمله لكل مستخدم من المستخدمين وهاد الشي بيعتمد على الصدفة أو الشي اللي عمالي استخدمها بالبداية كيف رح خلي البرنامج أو المعيار البرنامج يتبع هاد المعيار لازم أني أكتب Environment Variable لحتى بالبداية أول شي عرف شو هي المجلدات اللي برامجي رح تدور على البيانات فيها أو تكتب البيانات فيها وبعدين لازم أنه إذ البرنامج اللي ما بيدعم هاد المعيار قل له أنه روح وفعلا دور لي بهذا المسار أو اكتب بهذا المسار هلا هادول Environment Variable أو المتحولات البيئوية ما بعرف كيف ممكن أني ترجمها بشكل أفضل من هيك كتابتها أو تعريفها بتعتمد على الصدفة أو الشيل اللي أنت عمالك تستخدمها فهلا أنت إذا كنت عمالك تستخدم الباش فهي المتحولات رح تكتبها بملف الباش بروفايل إذا كنت عمالك تستخدم صدفة الزي شيل أو الزي أس إتش فهي المتحولات رح تكتبها ضمن ملف الزي بروفايل إذا كنت عمالك تستخدم صدفة فيش فبتوقع من الأفضل أنك تروح وتدور بحوط سمك هذا اللي موجود عندي هون وتشوف كيف ممكن أنك تكتب هاي الملفات المهم هلا أنا لحتى ما رح أدخل بكيف أنك تكتب هاي الـ Variables لكل برنامج من البرامج اللي عندك لأنه هاد الموضوع مشروح بشكل ممتاز على الـ ArchWiki طبعا رح يكون الرابط موجود بسندوق الوصف بس نحن رح نشوف فكرة عامة أو مثال واحد عن كيفية كتابة هاي المتحولات وبعدين أنت بتطبقها على البرامج اللي موجودة عندك فعلى الـ Wiki على الـ ArchWiki أنا رح شوف أنه المقال مصنف لي أو حاطط لي عدد كبير وضخم من البرامج اللي بيقلك هاد البرنامج بيستخدم المعيار هاد البرنامج ما بيستخدم المعيار فمسلا على سبيل المثال في عندي الكروميوم، الكروم، البريف، الأكسمو، الآسم ويدو مانجر، الآي ثري في عندي كتير برامج كلها بتتبع المعيار فأنا رح لقي كل ملفات الإعدادات والبيانات الخاصة بهي البرامج اللي ذكرتها وكمان في عندي الـ Gnome، عندي الـ KDE، بلازما، كلها رح تلاقيها ملفاتها موجودة ضمن الـ .config اللي هو بشكل فعلي عبارة كيف هاد البرنامج بيفهمه رح يكون في عندي $XDG underscore data underscore home أو رح يكون في عندي $XDG underscore config underscore home فالبرنامج إذا كان مكتوب أنه يعتمد هاد المسار فأنا ما في أي شيء أني أعمله أما البرامج اللي ما بتدعم هاد المعيار لسبب أنه رح يعطلها فمسلا عندي على سبيل المثال، أول المثال ممكن أنه يخطر على بالي هو الفايرفوكس الفايرفوكس ما بيدعم هاد المعيار بأي شكل من الأشكال دائما رح تلاقي بالhome directory الخاص فيك في عندك مجلد اسمه .mozilla فهلا بحالتي أنا أنا شخصيا بيستخدم الزي شيل فمعناها في عندي ملف اللي هو .ziprofile وفي عندي ملف تاني اللي هو .zshrc أول واحد بيستخدمه لحتى عرف المسارات والتاني بيستخدمه لأكتب الconfig الخاصة بالزي شيل المهم نحنا موضوعنا هو .ziprofile ضمن هاد الملف متل ما حكيت بالبداية رح أعرف .xdg .home .data .data .config .home الخاص بكل واحد من الdirectories اللي عندي فعندي متل ما حكيت .config .home هاد رح يكون موجود على .home.config الكاش رح تكون موجودة بالhome cache بالنسبة للديتا رح تكون موجودة بالlocal share وبالنسبة لملفات الحالة الخاصة بالبرامج رح تكون بالlocal state هاي الصيغة اللي لازم كل البرامج إنها تتبعها إذا برنامج من البرامج ما بيتبعها فنحنا بهذا الشكل عرفنا الصيغة العامة بعدين ضل أني ودي كل برنامج ما بيستخدم المعيار لهاي المسارات كيف بعمل هاد الكلام رح نشرح مثال واحد والباقي أنت بترجع للويكي وبتشوف كيف بتعمله بالبرنامج اللي أنت عمالك تستخدمه فمثلا لو أجي لبرنامج خلينا نقول خليني أخد أي واحد من البرامج اللي موجودة عندي ما رح يجي لبرامج لا الجي تي كاي اللي هو خاص طبعا بالثيمات بالجي تي كاي 2 هلا هو صار مقرد بس لحد الآن في عندي برامج لساها بتستخدم الجي تي كاي 2 فهو بشكل افتراضي الجي تي كاي 2 فأنت وقت اللي بتنزل برنامج لسا لحد الآن بيستخدم هاد الفريمورك فرح يروح وينشئ ملف موجود بالهم دير اسمه .gtk2rc فأنا لحتى أنه خليه أنه يعمل ليه ضمن ال .config رح قل له أول شي رح قل له export بعدين لازم يكون بأحرف capital اللي هو gtk2rcfiles رح قل له يساوي بعدين ضمن quotation mark رح حط المسار اللي أنا بالبداية عرفته بالبداية فهون أنا بداية الملف عرفته فأنا وقت اللي قل له xdgconfig home هو رح ياخد هاد الملف او هاد الاسم ويترجمه للاسم الموجود ضمن الكوتيشن اللي موجوده ببداية الملف فهلأ بياخد هاد الاسم وبعدين في عندي slash في عندي gtk2 وبعدين slash gtkrc اللي هو اسم الملف النهائي فبهي الطريقة رح يكون مجلد الهم الخاص فيه ما له موجود فيه هاد الملف وإنما هاد الملف رح ينحط ضمن .config slash gtk-2.0 slash gtkrc هاد الكلام منطبقه على كل واحد من البرامج اللي انت ممكن انك تستخدمها رح تكون عندك هاي الصيغة اللي حكيتها اللي هي export بعدين اسم الملف او المجلد بعدين رح حط البيث او الديريكتوري بيث بالاعتماد على المعيار طبعا هاي الامور انا اخدتها من الويكي الموجود على arch هاد بينطبق على arch بينطبق على debian بينطبق على ubuntu بينطبق على fedora ما له علاقة بالتوزيع اللي انا عمالي استخدمها لانه المعيار هو معيار موحد لكن توزيعات لينوكس بتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبامان الله اشتركوا في القناة